بسم الله الرحمن الرحيم بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع ابراهيم الشرقاوي فيه اضطرابات عنيفة جدا في اقليم باشكورتستان في قلب روسيا دول معظمهم مسلمين فيه اضطرابات كتيرة جدا ودعوات للانفصال موقعوا هنا كده بالقرب من كازاخستان ومعظمهم من اصول تركية مش بس كده المانيا بتدعو للاستعداد لمجيء ترامب كحاكم لامريكا في الانتخابات القادمة تعالوا بينا نبدأ من البحر الاحمر شركة مارسك العالمية للشحن البحري بتتعلق مؤقت لحجوزات الشحن بين الشرق والغرب عبر البحر الاحمر بسبب تقلب الوضع فيه اتصالات ما بين مصر وما بين ايران وما بين الحوثي عشان يهدوا القصة دي اولا ان الموضوع مأثر على قناة السويس البان تجون اعلنها بمنطقة الوضوح مش بس كده بايدن اعلنها بمنطقة الوضوح احنا مش في حرب مع مين مع اليمن ولا مع سقور اليمن البان تجون لسنا في حرب مع سقور اليمن وضربتنا دفاع عن النفس وسائل اعلام الروسية في نفس السياق برضو وفد من حركة الاسود يزور ماسكو مش انا قلتلك الكتلة الشرقية والكتلة الغربية دا داعم لمين او مدعوم من مين من الشرق وبيدور دلوقتي عشان يجيب ونيورك تايمز قالت الترسانة الموجودة عند الاسود موجودة السلاح بتاحها من روسيا ومن الصين ومن كوريا الشمالية ومن ايران عاملين ترسانة ضخمة جدا تحت الارض والانفاق حاجة مرعبة جدا ففي وفد من الاسود بيزور ماسكو وماسكو طلبتهم بالافراج عن المحتجزين مش بس كده السقور اليمن اعلنت انها لن تستهدف السفن بتاعت روسيا وبتاعت الصين في البحر بخصوص بقى امريكا المانيا بتقول علينا الاستعداد لولاية رئاسية ثانية لترامب يعني ايه استعداد هو ترامب بيعض ايوة ترامب بيعض ترامب عايز يعمل ايه عشان تبقى فاهم فلسفة ترامب ترامب عايز يعمل زي تقدر تقول شرنقة او انكماش او 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 ايا كان المصطلح اللي اعجبك لامريكا قصة الفشخة اللي امريكا ما فيش خايا في العالم دي عمال اتمول بالسلاح هنا وتدي السلاح هنا وتدي دعم هنا وتدي منح هنا وتدي منح هنا لا هو مش عاكمه لان الاقتصاد الامريكي بيعاني دلوقتي وعندهم ديون وصلت لارقام فلكية ولم تعود رقم واحد في الاقتصاد زي ما قلنا قبل كده الصين بقت رقم واحد عالميا فهو عايز يعمل ايه انا هخفض وجودنا في الشرق الاوسر انا هخفض كزا انا هخلص الحرب الروسية الاوكرانية عشان الاستنزاف ده انا هخلص الحرب في القطاع انا هعمل كزا هو بيعرف يبتز دول الخليج او هنا او هنا او هنا عشان يعرف ياخد منهم فلوس مش بس كده هيفتم اوروبا قصة ان انا حل في النيت وانا اللي بدفع وانا اللي بعمل وانا الاغلبية لا ده انتوا لازم انتوا تدفعوا لي فلوس في مقابل الحماية هو عايز يلم فلوس من كل دول العالم وفي نفس الوقت يقلل الانفاق رجل اعمال بقى عايز يلم فلوس وفي نفس الوقت ما يصرفش فلوس كتير كل ده عشان يضخوا فين يضخوا في الاقتصاد ويوقف الدولة بتاعته تاني هو جيد جدا في خلال الاربع سنين كانش فيه ولا حرب مكانش فيه ولا حرب عمال يهدي مع كوريا الشمالية هنا والمرة الاولى يقعد في مفاوضات مع كيم وكان مع بوتين علاقته كويسة واجل الحرب الروسية الاوكرانية وكان هنا وكان هنا بيصعد بس مش التصعيد اللي هو يعني كان تصعيده مع ايران مش حرب تصعيده مع ايران مش حرب شوية عقوبات شوية هنا شوية هنا جيد من الديمقراطيين او جيزه بايدن بوز الدنيا خالص والديون ووصلت الارقام فلكية فهو عايز ينكمش فالمانيا بتقول علينا الاستعداد لولاية رئاسية ثانية لترامب وستكون غير الاولى تماما ترامب لو جاه هيتهر الدولة العميقة اللي بتحكم امريكا دلوقتي مش بس كده هياخد امريكا في حتة تانية وده هيساعد النظام العالمي لان امريكا هتعمل فراغ لما تسحب قوات من هنا او تقلل توجودها هنا او هنا او هنا هيساعد فيه نشوء او تقوية قوة تانية موجودة زي روسيا مع نهاية هذه الحرب لا الموضوع هيهدى مع العقوبات تتشال لا روسيا هترجع تقوى رغم انها قوية دلات نفس الكلام مع الصين نفس الكلام هنا هنا فهيبدأ الموضوع لا الدنيا هتختلف هيبدأ يفتم دول الاتحاد الاوروبي عن الدعم الامريكي فهيبدأ ياخد منهم فلوس وهيبدأ 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 فلازم المانيا المانيا شايف القصة دي كويس لان هي وفرنسا بيتنفسوا على قيادة الاتحاد الاوروبي ووزير الدفاع الالماني بيقول يمكن ان تحدث الحرب بين الناتو وروسيا خلال من خمس لثمان سنوات اللي هو بعد مين؟ بعد ترامب ويجب على المانيا ان تكون مستعدة لمثل هذا اليوم تمام؟ مش بس كده الناتو يحذر من حرب شاملة مع روسيا على المدنيين وعلى المدنيين الاستعداد بعد قد دي قالك بعد عشرين سنة بعد عشرين سنة مش دلوقت ان دلوقت ترامب هيجي يخلص القصة دي فاحنا المرة الجاية خلاص هو بقى على حدودنا لو بلع كل اوكرانيا او بلع نصها خلاص بقى على حدودنا يبقى لازم الحرب ما ينفعش حرب بلوكالة تاني لازم الصدام الكلام اللي انبقى بيقول لها مناقشات بشأن احياء اتفاق تصدير الحبوب خلاص الموضوع ده خلص وانا بقول لك هتحدث ازمة حبوب عالمية في الفترة القليلة القادمة اولا عشان اللي بيحدث فيه قناة السويس او في البحر الاحمر مفيش حبوب دخلت او النسبة قلت لنسبة 40% مش بس كده روسيا كمان ما بتصدرش عن طريق اتفاق احياء الحبوب يعني العالم خسر الحبوب بتاعت اوكرانيا مش بس كده الرفض الارجنتين ده الكريملين رفض الارجنتين الانضمام الى بريكس وجبت لكم قبل كده فيديو للمشاكل الاقتصادية اللي نتجت عن هذا القرار امره مؤسف لكن هذا حق سيادي لباينس ايرس اللي هي عاصمة الارجنتين نحن نحترمه لكن انا نأمل في عودتها الى هذا القرار وقلت لك الرئيس اللي جي جديد بيحاول يرضي امريكا فانسحب من البركس فحصلت عنده ازمة في الغاز وازمة في النفت والناس وقفوا طوابير طب هتحلها ازاي لحد دلوقتي هو لايس مش عارف يعمل اي حاج بالنسبة لها الحرب الروسية الاوكرانية روسيا قصفت خاركييف قصف عنيف جدا ودمرت مبنى هناك كان موجود فيه مرتزقة كتير جدا فرنسيين فاستدعت السفير الفرنسي وروسيا تطلب تفسيرا من فرنسا عن مرتزقة في اوكرانيا وعد السفير مدة ييجي ساعة ساعة وشوية موجود في قلب وزارة الخارجية الروسية وطلع بدون ما يعطي اي ايه ايه اي تعليق للصحفة كوريا الشمالية بقى تعلن اختبار نظام اسلحة نووية تحت الماء مش قلتلك فيه قوة بتصعد لازم امريكا تفوق لازم تحتوي ده اللي هيقدر يعمله مين ده اللي هيقدر يعمله ترامب انما جيو بايدن والديمقراطيين والدولة العميقة عايزين الصدام علنت كوريا الشمالية الجمعة اختبار نظام اسلحة نووية تحت الماء ردا على مناورات بحرية مشتركة اجراتها واشنطن والسيول وطاكيو بحسب وكالة الانباء الرسمية لكوريا الشمالية زي ما توقعنا بقى الحمد لله رب العالمين تحليلاتنا بتبقى اقرب ما يكون الالاقع قلتلك المشكلة ما بين باكستان وما بين ايران تمثيلية تمثيلية متفقين مع بعض هتضربي البلوش او جيش العدل الموجود ولما لقوا الموضوع محرج راح جاي ضربين المباني القديمة اللي مبنية بالطين زي ما انا جبتها لك فيه حلقات الامس وبعدين رايترز عن مصادر صحفية باكستانية الحكومة الباكستانية تقرر بعد اجتماعها انهاء الازمة مع ايران ويرجعوا العلاقات وما خلاص مفيش حاجة انت داتك الجريل لايت ضرب لما لقيت شكلي بقى محرج قوي والعالم بدأ يتكلم علي وجارتي الهند بدأت تتريأ وده 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 فاضطريت ان انا ارد فردت رد كده ايه كلام وفي الاخر نرجع تاني نحضن ونبوص بعض طب الناس اللي متت من هنا وهنا هكذا هم السياسيين هي دي السياسة بيلعبوا بمصالح الناس عشان ايه حفظ ماء الوجه تعال بقى ننتقل ليه لعبة امريكا في قلب روسيا وخلي بالك الكلام اللي انت شايفه او الخبر اللي حضرتك شايفه ده الكلام ده المفروض كان يحدث من سنة وكان يحدث بشراسة ده التفكير الامريكان اللي هو التفجير المشكلة من الداخل اللي هو تأسيم روسيا العرقيات الموجودة الكتيرة فيها دي والاديان وووو كل ده لازم يتنحر مع بعضه عشان نفتت روسيا لدولات صغيرة بقرة ساخنة داخل روسيا صدامات وتنديد بدعوات الانفصال زعيم باشكورتوستان يندد بالدعوات الى الانفصال عن روسيا بعد صدامات طول الاسبوع اللي فده كله وندد زعيم باشكورتوستان الروسية الخميس بالدعوات الانفصالية زي ما نقولت لك موقعها هنا كده شمال كذا خستان وهدد بفرض عقوبات قاسية غدات اشتباكات هزت هذه الجمهورية التي تضم جالية كبيرة من المسلمين والنطقين بالتركية وعلى نراضي خبيروف في بيان نشر على قناته في التليجرام انها مجموعة من الاشخاص يعيشون بعضهم في الخارج في قلب امريكا وهم في الواقع خوانة يدعون الى انفصال باشكورتوستان عن روسيا يدعون الى حرب عصابات مش نطالب بقى ونعمل مظاهرات واعتصامات لا 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 ده احنا عايزين سلاح ونعمل حرب عصابات زي مين زي فيدل كاسترو في كوبا اللي هو تفجير المشكلة او انهاء المشكلة من الداخل خلي الاقليات دي او العرقيات او الاديان المختلفة كلها تتناحر وفي نفس الوقت دول اصولهم من اصول تركيا من التطار ومن غيره فدول يعملوا ايه؟ يخلوا تركيا يتنحز لهم يتبعهم وطوف مع روسيا فضرب روسيا في تركيا واعمل الحلف ده اضمره خالص نلعت الاربعاء مواجهات بين الشرطة والاف تجمعوا امام احدى المحاكم لدى المعارض الاقليمي فيل الاسينوف الذي ندده بهجوم ماسكو على اوكرانيا وحكمت المحكمة على هذا الناشط الذي يناضل ضد استغلال موارد الطاقة بالسجن اربع سنوات بتهمة التحريض على القراهية خلال جلسة مغلقة في بايماك قرب كازاخستان وتم تفريق المتظاهرين في بايماك بالغاز المسائل للدموع فيما اتقل نحو عشرين شخصا بحسب منظمة كازا كازا المتخصصة غير الحكومية التي تصنفها الدولة الروسية عميلا اجنبية واضحة خالص انهم تبع امريكا لانه بيندد بهجوم روسي على اوكرانيا فواضحة خالص الزعماء الموجودين في منهم في الداخل وفي منهم في الخارج وبيسخنوا الناس وعايزين يشيلوا سلاح وعايزين ايه يعملوا تفجير ليه المشكلة من الداخل ده اللي كانت عايزها مين ده اللي كانت عايزها امريكا بس كانت عايزها بشكل اشرس بكتير جدا في لما تحدث العقوبات دي ليه بقالها تأثير قوي على روسيا ويبقى الناس حالتها صعبة فبالتالي الناس ايه تطلع مظاهرات عارمة ويشيلوا بوتين ويبدأوا بقى ايه يجوبوا حكومة موالية ليهم زي ما حصل قبل كده في اه تفكيك الاتحاد السوفيتي فيبدأوا يفكيكوا الجمهورية الروسية ليه او الاتحاد الروسي الى مجموعة من الجمهوريات دول مسلمين دول سلاف دول كذا دول كذا دول كذا دول كذا دول شيشان دول كذا انت فاهمني ازاي فتبدأ تتقسم الدولة الروسية كلها الاشبه بقارة دي ويبدأوا يتنحروا مع بعض عشان كده قلتلك ان امريكا مش هتسيبك اللي ما تفكيكك تمام فبوتين كده كده هيسيطر على الوضع ده بس انا بقولك ده فكرة امريكا دي طبيعة الفكرة بتاع امريكا مش هتسيبك اللي ما تخلص عليك فعشان كده بوتين مكمل الحرب دي لحد ما يحقق كل اهدافه بس يا سيدي شكرا ان شوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع ابراهيم الشلاوي شكرا